السلام عليكم و مرحبا بكم في كوزينة السيوس دميمي اليوم اجبت لكم واحد الفلان كارامان يجي شباب بزيف بنين بل بزيف تقول عليه فلان مشري من بره يمكنك فضاء بكل سهولة سهل بل بزيف وميشتش قاعد الوقت راح داير حالة في الفيسبوك قلت انا على ما نجربه ونفيد لزابوني وما فامي بيه نضيرها على ما نجربه ونجربه يستفاده وميزابوني على الملاء كما كنت شوفو فلان كارامل يترعد يجي بنين بزيف نجد لكم جميع التفاصيل باش تخرجوه كما لازم الحال نعطيكم واحد النصائح لي انا فادوني باش يخرجو لكم بريمان بنين بزيف نتمنى تجربوه بسكو بوزالي ادوغي لصهارات رمضانية تحكم ولا في سير ليام يجي بارد ويبرد على القرب على الخاطر نتمنى نتمنى مع المقادير نتمنى نتمنى في نفس الكاس لدي كاس كرد كرد زوج كيسان حليب تجربت يجب كيس فانيلا والسيلوفان المحل او الفيلم الغدائي هنا نضيف زوج كيسينة الحليب في الكاسخور نضيف نار قليلاً لكي نكمل الكراميل يكونوا قريب هنا نصيحة يكون الكراميل يكون مقلات كثيراً كما تكون السكري السكري لا يستطيع الناس لا يجب المقلات لا يجب المقلات يجب المقلات لا يجب المقلات مغرر يدير هذه البنه مرة عندما يكون الكاثرونة عامقة لذلك السكر تحتاني يبدأ السكر تحتاني يحرق ويبدأ يدير هذه البنه البنه المروريه يبدأ يماغه يسمى كراميل السك يعني غير السكر يدوب كما الكراميل يدير فيه قليل أو قليل هذا الكراميل سعيد يجب أن يقضي هذا الكراميل يجب أن تشاهد كما تشاهدون لا تشاهدون بأداة سوف نستعين المغرفة المغرفة كما تشاهدون بأدد السكر سوف نفتتل بالمغرفة وصفة الهوحة كما تشاهدون كما تشاهدون كما تشاهدون تشاهدون كيران بواء وضع لذلك التكتولات لذلك كما تشاهدون نبقى غير كبير يجب أن تجعل الكراميل بكل سهولة يجب أن يكون الكراميل بكثلات وكريات يجب أن يكون روعة كانت النصيحة الثانية وهي المهمة يجب أن تضع الكراميل في الكسن حتى الأخير يجب أن تجعل الكراميل بكثلات البيض والحليب يجب أن تضع الكراميل بكثلات يجب أن تضع الكراميل بكثلات تضع الكراميل بكثلات الأخيرة ثم أستعادت الكراميل بكثلات يجب أن تقوم بكثلات الكراميل كهاليد يتضع الكراميل بكثلات الكراميل لا تريد كارامل أضيفة لفينيلا نضيف السكر دفع الأفضل لا تدخل البيض فقط يضب السكر لا تحبس السكر لا تحبس السكر لا تضيف السكر يدعون كثير من الهواء يجب أن يدعون كثير من الهواء هنا يدوب السكر يجربت بيدي يمكنك تفتح الى الحليب سيسخن ويسخن الى الغلايا وحاولوا تقلعوا هذه الخطة او الفرارة لتقلعوا هذه الحليب لكي لا تفتت لها مع البيض بعد خلط البيض مع السكر نضيف الحليب يجب ان احضاف حليبها نضيف الحليب ونحبش من الحليب ينضيف حليب حضر البيض كرامل يكون حامي وضع خليط بيض وحليب حامي لتخلط كرامل وضع الخليط كرامل ويكون حامي وضع الحليب ويضع خليط يجب أن يتم تسلط كرامل في اخر فيديو هذا الرغوة حذفتها غير بشوية بمغرفة نقلعو غير المنطقة الرغوية لا تخلطوش بالجهد بزيف ولكن يجب عليكم هذه الرغوة لا تحتاجوها في الخليط نجريه المنطقة الرغوة ونقوم بعمل المنطقة الرغوة تتخفي المنطقة الرغوة نجريه المنطقة الرغوة يجب أن تكون قدر كسكاسا و يجب أن تكون لديه مقلاة يجب أن تكون قدر بلاع لتجب أن تكون قدر بلاع لتجب 10-13 منتطق يجب أن يكون قدرة تحكم يغليل قدرة 10-12 منترة يجب أن يكون في الأفضل يجب أن تكون الزلوفان أو المفين المتابعة هذا هو غداي ، يكون كبير لتحصل على المكلاب المتابعة الماكلة لا تخاف منه كما الالومينيوم هو المسلم من الأحسن لن يجب أن يكون المسلم لن يكون السيلوفان كما الالومينيوم نحاول نحاول نبقى المعين بالسيلوفان نجد نسلط في الكسكس و نضيف الكسكس يكون لديه بلاع كما ترى لا تدخلوا الى الى المترجم نجده بلاع 10 منوات حتى 12 منوات من الأحسن تجربوا لأن كل النار هنا نار متوسطة نجبد كاس و نشوف نجبد فنجل و نشوف إذا كان صعبة هنا كما ترى تجربوا الداخل السيلوفان لن ترى مليح ولكن نحل نحل و نشوف الداخل إذا كان متماسك مليح كان غير البيض لا يريد وقت هنا نحضر كثيرا ولكن لنجح 100% هنا نحن هنا بطبيعة الحالة حامية خرجته من الكسكاس ولكن تدخلوه كما بسيلوفان للثلاجة حتى لا يشد الروائح للثلاجة كالتو كالتو بقى كالتو لا ينزر كالتو كالتو نضيف الحواف نضيف السكين لكي لا تخسر الفرن نضيفه في طبق التقديم نرى كيف يأتي فرن مشري من بره و هناك شيء يتحكم في السكر هذا هو الوصفة اليوم نتمنى ان شاء الله نكون نفعتكم و نتمنى ان شاء الله نكون خفيفة عليكم ولكن والله العادم سي بورن سوسي باش نوصل لكم الوصفة نيشين باش تنجح فيها مليون في المئة ان شاء الله يا ربي تكون حجبتكم الوصفة مع ابقى علي ياغي نقولكم صحف طولكم والسلام عليكم في وصفة أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة